السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس اليوم نكمل معاً درس الدوال الأسية تكلمنا في الدرس السابق عن تمثيل الدوال الأسية وخصائص هتعرفنا على نوعين من أنواع الدوال الأسية قلنا أن عندنا الدالة الأولى سميناها دالة النمو الأسي اللي تكون متزايدة وقلنا اشترطنا فيها أن الأساس يكون أكبر من الواحد فمثل الأساس يكون ثلاثة أو سبعة أو خمسة أي عدد أكبر واحد لو واحد فاصلة واحد طالبنا أكبر من واحد فبالتالي الدالة ستعتبر دالة نمو أسي وإذا كان الأساس أقل من واحد مثل نص ربع ثلث ثلاثة أرباع أي عدد أقل من الواحد فسهم شيء يكون عدد موجب ستكون الدالة دالة أضمح لا الأسي وتكون متناقصة لو أخذتها هنا من الإسارة إلى اليمين ستكون متناقصة هذا اللي تعرفنا عليه في الدرس السابق إن شاء الله نشوف اليوم أيضا مجموعة من المسائل متعلقة بهذا الموضوع نبدأ على بركة الله نذكر محاور هذا الدرس تكلمنا عن تمثيل الدوال الأسية عندما تكون دالة نمو أو الأساس أكبر من واحد وتمثيل الدالة الأسية عندما تكون دالة أضمح لان عندما يكون الأساس بين الصفر وبين الواحد ثم تكلمنا عن معادلة النمو اللي هي A ل T تساوي العدد الأساسي في واحد زايدا R T بهذا الشكل اليوم راح نشوف أيضا كيف نسوي دالة أضمح لال مثل ما سوينا دالة نمو نسوي دالة أضمح لال ووش الفرق بينها وبين دالة النمو ثم سنتكلم عن تحويلات التمثيلات البيانية للدوال سواء للنمو أو للأضمح لال نتمنى لكم متابعة طيبة يعني هذه مقدمة للدرس كذلك عرفنا الدالة الأسية وقلنا أن الدالة الأسية هي الدالة التي يكون المتغير فيها موجود وين موجود على الأس يكون الـ X موجود على الأس تكلمنا عن الدوال الرئيسية الأم قلنا أن منحنا الدالة هيكون هنا متصل ومتباين ومتزايد المجال دائما يكون مجموعة الأداد الحقيقية قلنا نسوي مسح من يسار اليمين حنقى الـ R تغطي أما بالنسبة للمدى سنجد أنه يبدأ من الصفر مفتوح إلى المالة نهاية وهذه معلومة مهمة جدا اليوم إن شاء الله بنحتاج يعني هذا المعلومة أن المدى يساوي R بلس خط التقارب هو المحور X فدالة الأسية لا تلمس محور X وإنما تقترب منه وتقطع محور Y عند العدد واحد هذه الخصائص مهمة جدا حقيقة وسنستفيد منها اليوم في تحديد المجال والمدى لو كانت الدالة الأسية ليست الدالة الأم يعني نحن نتكلم هنا عن الدالة الأم لو صار في تحويلات هندسية كيف يتأثر المجال وكيف تتأثر المدى وكيف يتأثر المقطع هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في نهاية هذا الدرس كذلك تكلمنا عن معادلة عامل النمو اللي يعني أخذنا عليها مثالين أو مثال وتحقق من فهمك واليوم يعني أيضا نشوف منحنى الدالة الأضمحلال كما ذكرنا لكم أنه منحنى متصل ومتباين ولكنه متناقص أما من حيث المجال والمدى والمحور التقارب والمقطع واي فهو نفس اللي هو دالة النمو ولكن يختلف بأنه متناقص بينما منحنى النمو كان متزايد فبالتالي نلاحظ أن هذا هو الفرق ما بين المنحنيين أيضا لو حبيت أضع معادلة لعامل نظمحلال لو كان التناقص يكون بنسبة معينة فبالتالي رح أقول أن معادلة لعامل نظمحلال هي نفسها رح أضع العدد الأساسي ولكن أقول واحد ناقصا آر الكل أستي إذن وش اللي فرق؟ اللي فرق أنه هنا صار ناقص بينما في النمو كان ايش؟ كان زائدا إذن أنا في النمو لاحظ هنا كان جمع ولكن في لعامل نظمحلال هيكون ايش؟ هيكون طرح خلشوف هالمثال هذا معنا مثال رقم أربعة يحتوي كوب من الشاي الأخضر على 35 ملي جرام من الكافيين ويمكن للأشخاص اليافعين التخلص من 12.5% تقريبا من كمية الكافيين من أجسامهم في الساعة أو وجد دالة أسية تمثل كافة الكافيين المتبقية في جسم اليافعين بعد شرب كوب من الشاي الأخضر ثم مثلها بيانيني نحن بنكتفي باكتابة الدالة الحقيقة أما التمثيل ممكن نحن نمثلها عن طريق يعني برامج الرسم الهندسي طبعا نخلنا نكتب الدالة الآن نكتب A ل T تساوي العدد الأساسي في 1 ناقصا R الكل أس تي العدد الأساسي كان 35 1 ناقصا 12.5% طبعا بكتبها على شكل عدد 10 الكل أس تي طبعا 1 ناقصا 0.125% حيكون يعني 35 في 0.875 بهذا الشكل الكل أس تي في الفقرة بيقالك قدر كمية الكافيين المتبقية في جسم شخص يافع بعد ثلاث ساعات فاحنا بنعوض بالعدد ثلاثة فبالتالي بقول 35 في 0.875 الكل أس كم الكل أس ثلاثة طبعا مثل المسائل نحتاج فيها إلى الآلة الحاسبة فنكتب 35 ضرب 0.875 أس ثلاثة ويطلع الناتج معنا طبعا الناتج طلع كم 23.44 يعني فاصلة 45 تقريبا فنقول هنا أن الناتج 23.45 ملي جرام طبعا لأن كان الأساس هو الملي جرام فهذا هو المتبقي كذلك بالملي جرام يعني مسألة بسيطة طبعا شوفنا ما فيها فرق الفرق فقط أن في النمو ونحط جمع وفي لضمحلال نضع طرح كيف أعرف أن المطلوب هو نمو لضمحلال إذا قالك والله يزيد عدد السكان أو يزيد انفاق عائلة إذا قالك يزيد يعني يرح ينمو وإذا قالك والله يتخلص أو يفقد أو يعني فبالتالي إحنا الأسئلة تكون بلغة واضحة فبالتالي أنت تعرف من صيغة السؤال هل المطلوب هو زيادة ولا نقصان إذا كان زيادة رح نضع موجب R وإذا كان نقصان رح نضع سالب R ننتقل وشوف تحقق من فهمك قالك يحتوي كوب من الشاي الأسود وإن شاء الله اليوم بدعين في الشاي اللي يحبون الشاي مبسوطين كان شاي أخضر وشاي أسود 68 ملي قرام قالك أوجد معادلة أسية تمثل كمية الكافية المتبقية في جسم شخص يافع بعد شربه كوبة من الشاي الأسود ومثله بيانياً ثم أقدر الكمية طبعاً إذا كان نفقد 12.5% نفس المقدار من الفقد فبالتالي نحن نبغى نقدر بعد ساعتين فبالتالي نحن نقول أن اللي رح يختلف معنا هو العدد الأساسي اللي هو صار 68 واحد ناقصاً طبعاً 12.5% بهذا الشكل أوس تي فبالتالي هيكون 68 صفر فاصلة زي ما ذكرنا 875 الكل أوس تي بهذا الشكل هذا بالنسبة A لT لو حبيت أني أحسب A لبعد ساعتين يعني A لثنين فبقول 68 في صفر فاصلة ثمانية سبعة خمسة الكل أوس ثنين بهذا الشكل وبالتالي نستخدم الآلة الحاسبة الحين نقول 68 ضرب صفر فاصلة ثمانية سبعة خمسة أوس أثنين أو تربيع حيطلع معنا الناتج 52.06 فبالتالي رح نقول أن الناتج هيكون 52.06 طبعاً الوحدة بليش؟ الوحدة أيضاً بالملي إجرامي يعني شبنا مثل هالمسائل إن شاء الله تكون بسيطة على الجميع ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى العمليات الهندسية أو التحويلات الهندسية على الدوال الأسية نفس ما تعلمنا في الدرس الخامس في الفصل الأول فسوف نتعلم بإذن الله تعالى في هذا الفصل عندنا كم نوع من الأمليات عندنا ثلاث عمليات عندنا انسحاب وعندنا نعكاس وعندنا تمدد رح نشوف إن شاء الله كل واحدة من هذه الثلاث كيف ممكن يكون أثرها نذكر مع بعض أول شيء عملية الانسحاب الانسحاب قلنا عنده نوعين إذا كان الانسحاب داخل الدالة الأم سيكون أفقي وإذا كان خارج الدالة الأم سيكون رأسي بهذا الشكل كيف يكون داخل الدالة الأم أيها الأخوة الكرام لو كان عندك مثلا الدالة الأم ف لأكس تساوي مثلاً أثنين أس أكس يكون داخل الدالة الأم إذا جاء بهذا الشكل ف لأكس تساوي أثنين أس أكس وشوفوا وين صار الإزاحة صارت هنا ناقص ثلاثة فإذا كان العدد انجمع أو طرح داخل الأس فبالتالي هذا رح يعطيني إزاحة أفقية طيب الرأسية كيف تيجي؟ تيجي كذا ف لأكس تساوي أثنين أس أكس ولكن السالب ثلاثة وين تجي؟ تيجي برّا خارج يعني خارج اللي هو العدد أس فبالتالي تكون السالب ثلاثة في الخارج فبالتالي اللي فوق هذه تعطيني انسحاب أفقي واللي تحت تعطيني انسحاب رأسي مثل ما ذكرنا لكم سابقاً إذا كان عندك انسحاب أفقي إذا كان موجب سيكون لليسار وإذا كان سالب يكون لليمين والانسحاب الرأسي إذا كان للأعلى سيكون موجب وإذا كان الأسفل سيكون بالسالب بهذا الشكل فهذه هي الفكرة من الانسحاب أهم شيء أتأكد هل هو داخل الأم يعني داخل الأس ولا خارج الأم يعني خارج الأس وبالتالي أنا أحدد الاتجاه هل هو أفقي ولا رأسي وبعدين أحدد هل هو يمين أو يسار أو أعلى أو أسفل بالنسبة للإنعكاس عندي نوعين من الإنعكاس عندي قلنا إذا كان عندي ضربنا في سالب داخل الأم وهنا إذا ضربنا خارج الأم فإذا ضربت أنا بالسالب داخل الأم يعني قلت أنا هنا 2 أس إكس وضربت بالسالب هنا داخل الأم فهذا يعطينا إنعكاس حول محمر Y إنعكاس حول Y مثل ما هو موجود عندنا في الرسم وإذا كان خارج الدالة الأم يعني جيت كثرة كان 2 أس إكس وضربت في السالب خارج الدالة الأم يعني هنا فهذا يعطينا إنعكاس حول إيش؟ إنعكاس حول X حول محور X فبالتالي لاحظ معي وين السالب إذا كان داخل الأم إذا كان داخل الأم سيكون إنعكاس حول محور Y وإذا صار إنعكاس حول محور Y فهو سيحول لدالة النمو إلى دالة الضمحلال وبيحول لدالة الضمحلال إلى دالة النمو شلون؟ لاحظ أنت كان عندك 2 أس سالب إكس هذه أليست تساوي نصف أس إكس؟ فأنت هنا دالة نمو الأصل ولكن يوم دخل عليها السالب حولها لهذه الصورة اللي هي صورة إيش؟ صورة الضمحلال إذن هي دالة نمو لكن يوم دخل عليها السالب شوفوا معي الدالة اللي بلازرق هي الدالة الأصلية كانت نمو لكن يوم دخل عليها السالب في الأس تحولت إلى دالة إيش؟ دالة أضمحلال بهذه الصورة إذن نلاحظ أن إذا كان عندك السالب داخل الدالة الأم فما رح يأثر لا على المجال ولا على المدى ولا على المقطع Y ولا شيء ولكن يأثر أنها كانت متزايدة وصارت متناقصة أو الأكس كانت متناقصة وصارت متزايدة لكن لو كان العكاس حول محور X تخيل معين أنت عندك الدالة الزرقة حتيجي بهذا الشكل فالمجال ما يتأثر لكن المدى صار R- ليه؟ لأنه صار في الجهة المعاكسة فرح يتأثر المدى ورح يتأثر أيضا المقطع ويتأثر معاك بهذه الصورة طيب أيضا التمدد طبعا أخذه طبعا في الكتاب فقط طلب مننا التمدد الرأسي اللي هو يكون خارج الدالة الأم اللي هو ما جاب طريق التمدد اللي داخل الدالة الأم فإذا كان عندك العدد أكبر من واحد فسوف يكون توسع رأسي وإذا كان العدد بين الصفر وبين واحد فسوف يكون تضييق رأسي إذن هل يوجد فرق بين العمليات أو التحويلات الهندسية اللي أخذناها على الدوال الأم الثمانية السابقين والدالة الأسية لا يوجد فرق إذن هي نفس التحويلات الهندسية بنفس المفهوم تماما بس اللهم كان عندنا ثمان دوال الأم رئيسية الحين زدنا عليهم ثمتين اللي هم دالة النمو الأسي ودالة الأضمحلال الأسي وفي درس قادم إن شاء الله سنتكلم عن لغة مات سنزيد أيضا دالتين لغة مية دالة نمو لغة مية ودالة أضمحلال لغة مية والخصائص طبعا يتكون مسؤوليتنا في معرفة هذه الخصائص يلا خلونا نشوف المثال الآن القادم اللي راح نتكلم فيه قالك مثل كل دالة بيانيا مما يأتي بيانيا وحدد مجالها وحدد مداها أولا أيها الأخوة الكرام مجال الدالة الأسية دائما آر ما يتأثر أبدا المجال دائما آر فبالتالي لو جيتنا أمثل ولاحظ أن الدالة الأم الدالة الأم هي 2 أس إكس ودخل عليها موجب واحد داخل الأم ولا خارج الأم خارج الأم إذا صار عليها انسحاب رأسي نحو الأعلى بمقدار واحد الانسحاب الرأسي هذا وشو يأثر عليه لاحظ معين دائما الانسحاب الرأسي يأثر لك على حاجتين يأثر لك على حاجتين الحاجة الأولى اللي هي المدى المدى كان يبدأ من الصفر صح لكن الآن شوفوا الدالة الزرقة صارت تبدأ من الواحد إذن صعد للمدى بدل ما كان يبدأ من الصفر إلى المال نهاية صعد واحدة إلى الأعلى فبالتالي صار واحد إذن لاحظ الآن أن المجال نفسه إذن هنا المجال هو آر ولكن المدى هو اللي اختلف فبدل ما يكون من صفر إلى مال نهاية صار من الواحد إلى المال نهاية كذلك الواحد تكون مفتوحة الشيء الثاني المقطع واي المقطع واي تغير لأن المقطع واي كان عنده الواحد لكن لما صعد لقطوة الأعلى صار المقطع واي وين صار؟ صار عنده الاثنين صار عنده الاثنين كيف نحسب المقطع واي تذكرون؟ قلنا دائما الدالة تقطع من حر واي عندما عوض الأكس بصفر فعوضه بصفر فتقول اثنين والصفر زائد واحد اثنين والصفر تساوي واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني ممكن بكل بساطة إيجاد المقطع وي طبعا هذه الدالة لا يوجد فيها أصفار لا يوجد أصفار للدالة هذه لأن لا تقطع محور إكس وصعدت بعد فوق يعني بتعدت بعد محور إكس نشوف أيضا الفقرة الثانية هنا لاحظنا هنا الدالة الأم الأم هي خمسة أس إكس وش التغيرات اللي صارت عليها أول شي في سالب اثنين جنب الأكس هذه صح ولا لا فهذه تعطيني إيش انسحاب أفقي نحو اليمين قلنا إذا صار بالسالب يكون نحو اليمين بمقدار وحدتين وعندي النص هذا عدد انضرب النص إذا انضربت يعتبر توسع لتضييق يعتبر تضييق لأنه أقل من واحد تضييق رأسي بمقدار نصف والسالب يعطيني انعكاس حول محور إكس إذن أنا يهمني أعرف التحويلات هذه لأنه من خلال التحويلات أنا رح أوجد الآن الخصائص فبالتالي لو حبيتني أوجد المجال المجال ألاحظ أن نفسه ما تغير في شيء اللي هو R ما يتأثر بأي تحويل من هات تحويلات هذه لكن المدى تأثر بالإنعكاس تأثر بالإنعكاس أول شيء الإزاحة الأفقية لما تديه من إيسار ما يتأثر لكن الإزاحة الرأسية ما عندي أنا هنا إزاحة رأسية فبالتالي ما تأثر بالإزاحات ولكن التأثر لما ضربت في سالب لما ضربت في سالب تحول من إيش؟ من السالب مال نهاية إلى الصفر فبالتالي حيكون المدى من سالب مال نهاية من سالب مال نهاية إلى الصفر المفتوح أو ممكن نقول R- لأننا نضرب في سالب بهذا الشكل نشوف تحقق من فهمك أيضا قال لك هنا يعني دعنا نوجد المجال والمدى من خلال المعلومات اللي عندنا فعندنا هنا الدالة الأم هي 2 أس إكس لاحظوا دخل عليها موجب 3 فهذا انسحاب أفقي نحو اليسار لأنه بالموجب بمقدار 3 وعندنا انسحاب رأسي نحو الأسفل بمقدار كم؟ بمقدار 5 إذن هذه التحويلات اللي صارت لما نجي للمجال الآن نبغى نحسب المجال فالمجال هو R وإذا جينا نحسب المدى المدى لاحظ أنه في الإزاحة العفقية ما يتأثر يعني أنت عندك الرسمة هي جاية بهذه الصورة لو وديت هيمين والليسار ما يتأثر المدى لكن لأنه نزلنا خمس خطوات إلى الأسفل فبالتالي تأثر المدى فأنا براح أنزل خمس خطوات إلى الأسفل يعني نحن المدى في العادة يكون ال-Y أكبر من الصفر ولكن لأنه هنا فيه سالب خمسة حنقول Y أكبر من الصفر سالب خمسة في التالت تصير Y أكبر من السالب خمسة إذا ممكن نقول أنه من السالب خمسة إلى إيش؟ إلى المالة نهاية إذن هذا هو المدى لو حبيت أجيب المقطع Y مع أنه ما طلب مني فأعوض ال-X بصفر فأقول 2-0 زاء الثلاثة ناقصاً خمسة يلا نحسب الحين 2-3 هذه ثمانية ناقص خمسة سيصير عند الثلاثة إذن المقطع Y موجود وين؟ موجود عند الثلاثة فبسيط إيجاد المقطع Y بهذا الشكل هل نقدر نوجد الأصفار؟ لاحظت دالة لما نزلناها خمس خطوات إلى الأسفل قطعت محور X هل نقدر نوجد الأصفار؟ نقدر إن شاء الله ولكن رح نأخذها في الدرس القادم لما نتكلم عن حل المعادلات الأسية إن شاء الله رح نتكلم عن حل المعادلات الأسية في اللقاء القادم نشوف أيضاً فقرة خمسة بي لاحظ هنا نحدد الدالة الأم والتحويلات اللي تمت عليها الأم هي 6 أس X عندنا أو شيء 0.1 هذا يعطي لي تضييق رأسي بمقدار 0.1 وعندي أيضاً وعندي أيضاً انسحاب رأسي نحو الأسفل بمقدار ثلاثة قلناً انسحاب الرأسي دائماً يأثر لي على المدى بينما المجال يعني شامخ لا يتأثر بأنه هو الـ R ما عندي أي مشكلة أما المدى فهو سيكون المدى سيكون عبارة عن إيش عبارة عن Y قلنا دائماً تكون أكبر من الصفر ولكن لأنه معي سالب ثلاثة إذا بتصير سالب ثلاثة بهذا الشكل إذن Y أكبر من السالب ثلاثة وهذه الفترة ستكون من السالب ثلاثة مفتوح إلى المالة نهاية لو حبيت تجيب المقطع Y عوض بالصفر الـ X بالصفر وشوف كم تطلع معاك إذا تحبون أن نحسبها والله أنا أحب سؤال المقطع Y هذا دائماً أجيبه لطلابي وهو سؤال بسيط وجميل فقل صفر فاصلة واحد في ستة والصفر ناقص ثلاثة فلاحظ أن الستة والصفر تأطيك واحد فيصر الصفر فاصلة واحد ناقص ثلاثة اللي هو يعطيك سالب ثلاثة فاصلة تسعة يعني شوفوا كيف إذن هذا هو المقطع Y يعني بهذه البساطة في المثال السادس نفس السؤال ولكن أعطاني دالة أضمح لال إذن هل في فرق؟ لا ما في فرق إذن سأقول الأم هنا هي الربع أس إكس بهذا الشكل وعندي العمل لتحويلات عندي انسحاب نحو اليسار وحدتين من الاثنين هذه وعندنا توسع رأسي بمقدار اثنين توسع التضييق طبعاً ما يأثر على المجال ولا على المدى ما يأثر على شيء وعندي السالب ثلاثة هذي وش تعطيني؟ هذه انسحاب نحو الأسفل بمقدار ثلاثة إذن نفس الأفكار السابقة المجال كما هو اللي هو R ولكن المدى نزل ثلاث خطوات أو صعد نزل ثلاث خطوات فبالتالي حيكون من السالب ثلاثة إلى المالة نهاية كما هو ظاهر أمامنا في الرسم لو حبينا تحقق من فهمك أيضاً عندي المدى طبعاً هنا لاحظنا الدالة الأم هي خمسة على ستة أس إكس وهذه دالة ضمحلال يعني ما تقول لي أم لازم تحدد لي هل هي نمو ولا ضمحلال يعني هنا أيضاً ضمحلال أسي لا بد أن نكتبها الكلام هذا إذن هنا أضمحلال أسي وعندي عندي عليها أول شيء انسحاب نحو اليمين بمقدار واحد اللي هو هذه وعندي بعدين تضييق اللي هو الثلاثة على ثمانية تضييق رأسي بمقدار بمقدار ثلاثة على ثمانية وعندك هنا أيضاً انسحاب نحو الأعلى بمقدار واحد طبعاً أنسحب نحو الأعلى بيأثر على المدى وهو الأملية الوحيدة التي تأثر فبالتالي لو جد سألتك ما هو المجال بتقول لي طيب ما هو المدى بتقول لي والله هو المفروض Y أكبر من صفر ولكن الصفر زادت عليها ايش واحد فبالتالي راح نقول أن Y أكبر من واحد أو نقول من الواحد إلى المالة نهاية من الواحد إلى المالة نهاية لو أحب أن تجيب المقطع ويعوض الأكس بصفر وشوف كم يطلع معاك حتصل للإجابة وبذلك أن نكون بحمد الله تعالى أنتهينا من الدرس الأول في الوحدة الثانية لكن نأخذ بعض التمارين قالك سيارة كان سعرها 80 ألف ثم بدأ يتناقص شوفوا هنا أحدد هل مطلوب نمو ولا أضمح لله بمعدل 15% كل سنة أو جداً لو سي يمثل سعر السيارة بعدتي سنة من شرائها فبالتالي إحنا رح نقول المبلغ الأساسي اللي هو 80 ألف 1 ناقصاً 15% كل أس تي يعني يصير 85% في تي فبالتالي واضح أن الجواب الصحيح هو كم هو دال ما هو مجال الدلة؟ طبعاً المجال بدون تفكير أي دلة أسية بدون تفكير مجالها نختم بهذا السؤال ما هو مدى الدلة؟ طبعاً هنا لاحظ أنه عندك أنت دلة طب محلال ضربت في ثلث هذا ما يأثر عن مدى لكن هنا ضربت في سالب ضربت في إيش؟ في سالب فالسالب حولها لي أو سوى لي نعكاس بدلما كانت أر بلص صارت أر ماينس يعني بهذا الشكل طبعاً هي كانت دلة تضمح لال يعني خل نرسمها كانت بهذا الشكل الحين أكست حول محور أكس فصارت بهذا الشكل وبعدين زاد عليها ثلاثة فبالتالي ارتفعت ثلاث وحدات إلى الأعلى فصارت بهذه الصورة فبالتالي نلاحظ أن خط التقارب هنا الثلاثة والمدى سيكون في هذه المنطقة إذن سيكون من السالب ما لنهاية إلى الموجب ثلاثة من السالب ما لنهاية إلى الموجب ثلاثة وهو الخيار دال كما هو ظاهر أمامنا وبهذا السؤال يعني أنه يكون بحمد الله تعالى انتهينا من درسنا المتعلق بالدوال الأسية سوف نأخذ بإذن الله تعالى في اللقاء القادم حل المعادلات الأسية والمتباينات الأسية لكن قبل أن ندخل في الدرس سنأخذ استكشاف عن طريق برنامج الجيوجيبرا فأتمنى أن تكونوا مستعدين في الدرس القادم كل واحد يكون محضر للبرنامج سواء أما من خلال اللابتوب أو من خلال الأجهزة المحمولة أيضاً ممكن تحصل على برنامج الجيوجيبرا من المتصفح أو من التطبيقات فبالتالي هو متيسر ومتوفر سنشوف كيف نوجد حل المعادلات الأسية وكيف نوجد حل المتباينات الأسية من هنا إلى ذلك والحين نلقاكم وأنتم بخير وفي أمان الله